الكاربوهدرات في الجسم استخدام الكليكوز كليكوز كليكوز لمعظم الخلايا في الجسم يعتبر غداء رئيسي بالنسبة للمخ إذا كان عدنا نقص يعتبر شيء احتياطي إذا كان عدنا نقص بالكليكوز فالبروتين الذي هو يعتبر فالكليكوز إذا الكليكوز سكير قل the body will break down its own protein الجسم يكسر البروتين ويحول إلى الكليكوز فيعتبر البروتين هو spare body preventing ketosis هاي كلمة ketosis مهمة الكتosis يقول لك preventing ketosis with no carbohydrate إذا كان الجسم ما عنده كاربوهدرات نقص الفات الشحوم راح تتكسر break down produce ketones bodies هاي ketones bodies تعمل عمل الكليكوز العمل يسموه ketosis إذا الكيتosis هو تحول الشحوم إلى جزيئات أو ketones bodies اللي تعمل عمل الكليكوز storage خزن أز كليكوجين يخزن بشكل كليكوجين liver عادة يخزن يخزن أريوس ويستعمل حتى يحافظ على البلود sugar واير المصل تخزن حتى تستخدمه إلى ال-activity مع العضلات regulating blood كليكوز لفرس شون ينظم الكليكوز بالبلود الإنسولين عادة هو يكسر لورس يقل بلود كليكوز هاي الإنسولين أمراض السكر أعدهم سكر عالي ينطهم إنسولين يكسر السكر كلوكان كلوكان أو كليكون يرفع السكر إذا عندك نقص بالسكر هنا الكليكون والكليكون هو عبارة عن هرمون موجود بالبنكرياس أمله يصعد السكر إذا نشوف عدنا إنسولين هذا يكسر الكليكوز بحيث يقلل من نسبة الكليكوز إذا قلل بالجسم الكليكوز فيبدأ من كرياس ينطينا هذا الهرمون يسموه كلوكون يرفع نسبة الكليكوز وعدنا هذا إبنفرين إبنفرين الذي هو هذا يسموه فالاسم هو هرمون ودواء بنفس الوقت أو يسموه حتى أدرنالين أدرنالين هذا يسموه فايت أو فلايت شنو فايت أو فلايت أي عارض يصيب بالجسم رأسا ينطي إشارة إلى المخ حتى يفرز هرمون يستعد إلى هذا الخطر وعادة هو يستخدم في الحساسية النزيف السطحي إلى آخره هذا هنانا الإنسولين شوف قلل نسبة الكليكوس هنانا عدنا بشكل عام ينطيق تخطيط إلى عمل الكليكوس والكليكوس نسبة الكليكوس